موسيقى الحين الجمعية الاقتصادية ومن خلال دورها ومن زمان قدمت الكثير من الدراسات والاستشارات للحكومة إلى أي مدى أخذ فيها في خططها المالية الخمسية أو حتى مجلس الأمة في التشريعات وتعديلها أم أن تعتقد أن هناك قصور بداية اللي حاصل في الجمعية الاقتصادية كأي جهة مجتمع مدني تقوم على أمرين مهمين وهذه للأساس خلينا نقول الركائز الأولى هي الضغط على صناع القرار تجاه تغيير قرار اقتصادي أو اقتصادي سياسي معين فيه المصلحة العامة ومصلحة جميع الأطراف النقطة الأخرى هي تقويم الشارع إذا كان هناك فكرة غير مفهومة أو آراء تكون مأخوذة من أفكار جانبية ولا تأخذ بعين الاعتبار الأفكار الاقتصادية كاملة ولا أن هذه فكرة جيدة ولا فكرة ما هي زينة فهذه للدورين أمانة ما نقدر نتكلم في السابق من أنشئة الجمعية في أوائل السبعينات إلى اليوم لكن دائما الحكومة تسعى إلى أن تستقطب الأشخاص من الجمعية وتضعهم في سدة القرار السياسي الحكومي سواء في الوزارات ولا في الهيئات وهذا ما راح يعدل الواقع اللي احنا موجودين لسبب أن المنظومة واحدة والسيستم واحد المفروض السيستم هو اللي تغير مش الأشخاص مهما تيب أشخاص من اليوم احنا نتكلم إلى خمسين سنة قادمة ما راح تغير النظام المعمول فيه ولا السيستم بتغير الأشخاص السفينة عليها نو على قولتهم نعم أنت تحتاج تعدلها على أساس أنها تمشي الحوكمة مصطلح طلع لنا من سنين وكثير من الناس أو يمكن حتى الخبراء ما عندهم تعريف معين شلون بتعرف الحوكمة وهل هناك تعريف تم الاستقرار عليه بهاية إذا بتكلم عن الحوكمة لا يوجد تعريف واضح الحوكمة لحد الآن ولكن إذا نستطرد تاريخيا من عام 1976 كلمة الحوكمة ظهرت أول مرة في أمريكا نتيجة فلاس شركة لعدم وجود سياسات وإجراءات وغيرها ظهرت مرة أخرى بعد فلاس شركة الرون في 2008 في الأزمة العالمية والكساد العالمي اللي حصل فإن طالع أن الحوكمة تظهر بعد ما يطيح الفاص في الرأس فعند الأزمات رح تلقى مصطلح الحوكمة الحوكمة باختصار هي مجموعة السياسات والإجراءات واللوائح والقواعد التي تنظم المسؤوليات ما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والستيكهولدرز اللي هم أصحاب المصالح ممكن قيسها في أكثر من جانب فهذا يشملها وائد الشغلات يعني تندرج تحت الدولة هذا التعريف المؤسسات الخاصة البنوك وكذلك المؤسسات الحكومية فإحنا في هذا البلد نعتبر ستيكهولدرز أو شيرهولدرز إحنا في هذا البلد وعندنا حكومة اللي هي كإدارة تنفيذية وعندنا برلمان يراقب على عمل الحكومة فكل هذه الأمور تحتاج تشريعات وقواعد وقوانين تنظم المسؤوليات فيما بينهم وتنظم بالدرجة الأولى المراقبة والتقويم فهذا شكل عام تعريف الحكومة نعم ضيوف اليوم من الطاقات والخبرات الاقتصادية الشبابية اللي انتمنى نشوفها على الساحة أكثر وأكثر معاي اليوم الأخ محمد اليوعان عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية والأخ ناصر بوريسلي مستشار الحكومة في مركز ريكانوسس حياكم الله الله يحييك ساعة مباركة غسيل الأموال أخوي محمد أصبح يعني لا يكاد يوم لا تسمع عنه في الصحو في وسائل الإعلام وصار الموضوع هذا فترة طويلة ما أخذ وشاغل الرأي العام في تصورك ليش؟ أخذ هذا البعد وهل لأننا نعاني من هذه المسألة بشكل كبير اللي حظى على اهتمام الناس والرأي العام؟ هو حظى على اهتمام الناس لأنه هي جريمة تعاقب عليها البنوك المركزية في العالم دور البنك المركزي هنا الكويتي رائد في هذا الأمر من زمان قاعد يحاول عن طريق البنوك المحلية والبنوك الأجنبية اللي موجودة في الكويت أنها تكون هي خطة دفاع الأول لها ليش أيضا صارت خنقل حديث الناس الاعتبار آخر هي دائما تكون جريمة ثانية لجريمة أولية جريمة لاحقة لجريمة سابقة شلون يعني؟ يعني جريمة غسيل الأموال هي على أساس تكون أموال غير مشروعة يابوني يخلونها أموال مشروعة بطريقة معينة فهي تكون أموال أصلا مكتسبة بطريقة غير شرعية نعم فلذلك هي تحظى بطبيعة الجريمة فأكيد رح يصير فيها تأثير في المجتمع رح أرجع لك علشان تشرح أكثر في هذا الموضوع بس خلني أنتقل حق الأخ ناصر بورسلي هل للحوكمة دور في محاربة غسيل الأموال؟ في اعتقادك؟ نعم يوجد للحوكمة دور كبير في هذه الجزعية اللي هي مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب أبو بدر قال في بداية كلامه نحن نتكلم عن أنظمة وسياسات وليس على أشخاص فهن نريد أن تتكلم عن أنظمة اليوم عندنا مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب عندنا تعليمات صادرة من بنق الكويت المركزي وعندها وحدة لغسل الأموال وتمويل الأرهاب عندنا التعليمات من هيئة أسواق المال تخص كذلك مكافحة غسل المال وتمويل الأرهاب عندنا وحدة التحريات المالية وعندنا وزارة التجارة قبل سبوع تقريبا تكلمت في مقالة عن أنظمة الدفع الإلكتروني شيء جديد موجود في السوق اليوم أنا مزود خدمة وقدم خدمة لأي تاجر ممكن يكون عنده رخصة فتكلمت عن جزئية ممكن تكون غافلة عن التشريعات اللي ممكن تكون في خطوة ليس سابقة للتطورات ولكن متخلفة عنها اليوم لما تكون أنت تاجر في الكويت وعندك عمليات أو مزود خدمة في الكويت وعندك عمليات أنا أشتبه فيها كإدارة تزويد الخدمة هذه أن هذه عمليات غسل الأموال أنت شركة راسمالك 2000 قاعد تطرش لي 1000 لينك في اليوم مبالغ توصل حق مثلاً 50 ألف ولا 100 ألف دينار خلال يوم واحد فهل معقول أنت مبيعات شركة راسمالها 2000 تحصل المبالغ هذه طبعاً في الشغلات تثير الشبهات فعلاً لكن هذه جرني أيضاً إلى سؤالين واحد هل هناك قصور في التشريعات أبي بعد الأخ محمد يعقب على هذا الموضوع وهل مستوى تطبيق أو تنفيذ أساليب الحوكمة لا يزال يواجه قصور في كثير من شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية والتجارية أنا أشوف لما أنت تكون حاط التشريعات في أكثر من جهة رقابية هذا يضعف عمل الجهاز الرقابي بشكل عام في الدولة بمعنى أنا شركة أو بنك أو أي أن كان الكيان القانوني التجاري لشركتي فإذا كان في جهة وحدة تراقب على أدائي في مكافحة غسل الأموال وتنوير الأرهاب يكون أفضل أنا في الحالة التي تأوي ذكرته أنا أين أروح؟ أنا تبع المركزي وأنا تبع وزارة التجارة وتبع وحدة التحريات ولكن ما هي كيفية الإبلاغ عن مثل هذه الشبهات؟ هذه مشكلة الكثير من التشريعات اللي عندنا هي العمومية في المواد وأبي محمد يعقب على هذا الموضوع كم جهة رقابية عندنا بالكويس؟ إبراهيم لا تقل عن 12 طيب شلون نصل إلى هذا القصور والخلل في مواجهة عملية مثل غسيل الأموال؟ أكثر أكثر القوانين اللي قاعد تصدر مؤخرا من مجلس الأمة قوانين فيها قصور يا رجل في مجلس الأمة السابق 29 محامي موجود قانون تنظيم مهنة المحامات طلع غلط أقيس عليها أمور تشريعية أمور قانونية أمور مالية القصور التشريعي ما أخذ أرحيكم في هذا الموضوع؟ القصور التشريعي أصبح توأم لكل مشروع قاعد يطلع بالكويت كل شيء في قصور مع الأسف قاعد يكون هل في دولة فيها 15 جهة رقابية سابقة أو لاحقة؟ إذن إحنا عندنا إشكالية في كثرة الجهات الرقابية وقصور تشريعي في تطبيق هذه القوانين وتفسيرها أو تعريفها حتى أتصور إذا كنت هذا ما تشير إليه؟ تداخل بين مهامها وهو اللي قاعد يسوي لك هذا التأخير في العمل اللي سمونا البلقراطية وقاعد يسوي لك أمور ما هي واضحة هنا ممكن يصير فيها الفساد ويصير فيها أمور أخرى فيما يخص الحوكمة بتجربتك وخبرتك ناصر تعتقد إلى أي مدى مؤسساتنا وأنا الآن أخص القطاع الخاص في هذا الموضوع هذا التطور الحائل سواء في التكنولوجيا والأدوات الاستثمارية والتشريعات في العالم وغيرها من الأدوات هل هناك مواكبة من قبل مؤسساتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها في استيعاب مفاهيم الحوكمة هذه وتطبيقها على أرض الواقع أم لا يزال هناك قصور في هذا الموضوع؟ نعم بداية إذا أتكلم عن القطاع الخاص نحن عندنا بنوك وفيه عندنا شركات فالبنوك حسب مذكرة التفاهم اللي صارت بين بنق الكويت المركزي وهيئة أسواق المال في سنة 2017 في شهر واحد قسموا الأعمال فيما بينهم أن البنوك تقضع لتعليمات الحوكمة الصادرة من بنق الكويت المركزي والشركات تدرج أو تتبع التعليمات الخاصة في الحوكمة لهيئة أسواق المال ما عدا الجزئية الخاصة في الشركات التي لديها غرض أو نشاط التمويل يموجب عقود تأسيسها فتتبع البنق الكويت المركزي في الجزئية هذه البنق الكويت المركزي أصدر تعليمات الحوكمة في 2009 بتعريف واضح؟ يوجد تعريف ولكن مبسط في 2012 كان في أبديت عليها في 2018 صار في أبديت مرة أخرى في 2020 صار في أبديت آخر أبديت صار اللي هو الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة لازم يكونون عضوين في شهر 6-2020 ويصيرون أربع أعضاء الدو ديت ما لا راح يكون في 6 القادم في 2022 العضو المستقل من اسمنا هو مستقل عن القرار لا يعتبر من الملاك ولا يوجد صلة قرابة من الدرجة الأولى ما بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فهذا أمر جيد بالنسبة حق بنق الكويت المركزي في سؤال مكمل لما طرحته بس بعد ما ناخذ هذا الفاصل شوي ونرجع لكم ذكرت ناصر قبل الفاصل أن هناك من يرسل تعليمات كهية أسواق المال بتطبيق الحوكمة لكنها تجيز للشركات تطبيقها أو عدم تطبيقها يعني كأن المسألة التقطية على الموضوع وشو أنه والله إحنا قاعدين نسوي بس كيف كم منتو؟ شوف نحن عندنا الحوكمة كتعليمات هيئة أسواق المال التكلم عن أمور كاللي ورد في مثلا حوكمة الشركات في اللاحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أنه يجوز أن يكون لديك لجنة حوكمة ولكن ليست لزاما عليك مثل لجنة التدقيق يكون عندك لجنة ترشيحات ومكافآت وممكن تدمج بينهم ويكونوا لجنة واحدة فيعطي الانديكيتر حق الناس أن الحوكمة أنا فعلا فيه كتاب حوكمة ولكن لجنة الحوكمة كأن تكون موجودة في الشركات تكلم ما هو أمر مهم في حين أن البنك الكويت المركزي يقول لك لا لازم يكون في لجنة حوكمة من ضمن اللجان الملبثقة من مجلس الإدارة على ألا يكون رئيس مجلس الإدارة رئيسها ممكن يكون عضو ولكن لا يكون رئيس هذه اللجنة هذا ممكن يجرنا إلى نقطة أخرى اللي هو دوال محاسبة عنده حوكمة شيء جميل هذا ولكن حوكمته على نفسه حوكمة مؤسسية في الديوان فقط داخلية داخلية ليست على اللي هو وزارات الدولة فهذا خنقول optional حق الوزارة أن تقوم فيه من عدمه ففي حوكمة في الديوان نفسه ولكن على غيره هي غير مفعلة وغير مطبقة نعم محمد نسمع وايد عن متانة القطاع المصرفي وهذا شيء مهم حتى مؤسسات التصنيف العالمية دائما تشيد بمتانة القطاع المصرفي علينا متانة هذا القطاع شين هي أهميتها وشلون تنعكس على المؤسسات والأفراد ببراهيم دعنا نتكلم بأريحية مدام البرنامج مريح شنو تأثير هذا الشيء اللي انت قاعد تفضل فيه قوة البنق المركزي وقوة البنوك قوة النظام المالي في البلد علينا احنا كمواطنين هاتيين نعم على المواطن الشارع البسيط اللي موجود كل ما كان النظام المصرفي في البلد ثابت وراسخ كل ما كان المقدرات المالية الاموال اللي موجودة في البنوك تكون هذي فعلا اموال حقيقية موجودة الحادثة اللي صارت في 2008 احد البنوك الكويتية صارت لها مشكلة نعم لو لا تدخل بعد الله سبحانه للبنق المركزي وان البنق المركزي كانت قوانينه يعني حصيفة وصارمة في هذاك الوقت لكننا شفنا انهيار في احد البنوك الكويتية على العكس تماما ما حدث في لبنان الشقيق نعم عسى الله يفك حوقهم ولكن هني يفرق علينا وعليك على اخوي ناصر وعلينا احنا كمواطنين قوة النظام المالي في تقديم خدمة المركزي وغيرها طبيعي هذي قوة النظام المالي وقوة على الناس وانعكاسها على الشارع وبشكل عام قدرتها على مواجهة الازمات المالية اللي تمر على العالم وايضا الحروب وغيرها من المنازعات الدولية اللي تصير اثبت هذا القطاع قوتها وجذارتها ايضا في مواجهة والتكيف مع الظروف لانه تغير نعم يعني خلناخذ فرشة تاريخية شوية في القرن الثلاثة عشر كان فيه امبراطور صيني صيني اسمه قبلاي هذا كانت عنده خطوة جريئة في تحويل العملات المعدنية في ذيش الحزة اللي كانت مقرونة بقيمة المعدن اللي موجود الى عملات ورقية وهذه ليش خطوة جريئة ان انا ممتلكاتي فلوسي انا كتاجر عندي وكان الكل يشتري ويبيع من السوق وكان الكل اللي تاجر اقمشة اللي تاجر خشب اللي كانوا كلهم سلعهم مرهونة بهالورقة هذه فلما اياك ماركو بولو الايطالي هناك اكتشف ان هذا تغير النظام المالي عندهم بدلا لا يقرونونا بالمعادن قاموا يقرونونا بورقة وتم على هذا الشكل الى الواحد وسبعين لما نكسن غير خنقول شكل النظام المصرفي العالمي وصار مرهون بقوة الدول ما صار مرهون الا بالثقة اللي موجودة من المواطن للدولة شلون اليوم الدولار مو مقرون بولا شي مقرون بقوة واستدامة ورساخة امريكا يعني مو مقوم بالذهب مو مقوم بالضبط فهذه تغيرت وهو النظم المالية في العالم قاعد التقوم في حديث الحين ان بعد ازمة اوكرانيا واللي قاعد يصير مع روسيا انه ممكن النظام المالي قاعد يتغير وفعلا فيه اشياء قاعد تغير احنا مو فيه ضرف ان احنا نتكلم عنها لا وفي ولكن دخل علينا اهم شي اذا تسمح لي اللي هو يسمونه الرقمنة والأمور الالكترونية العملات المشفرة والالكترونية والاصول الافتراضية افتراضية صحيح هذي لك كلها اثرت في النظام المالي ليش الناس متجهت الى هذه لان المواطن البسيط اليوم ما عاد عنده ثقة في النظام المالي اللي معمول فيه ايه نعم لما يشوف قيمة الدولار سقطت من اوائل 2020 الى تقريبا قبل شهرين لما ردت صعدت مرة ثانية شوية اكثر من 10% ويشوف ان سلة العملات المقلونة في كثير من العملات بدأت تهتز لا نروح لنظام مصر في اخر هذا اللي يخلي التأثير على النظام المهم نعم ناصر نسمع او كثيرين يسمعون عن مسألة الشفافية الافصاح زين ويمكن تختلط عليهم المفاهيم ويخلطون بينها بين عملية الحوكمة يليتك اه توضح شوية للمشاهدين الفرق بينهم الحوكمة ممكن اقول راهيم انه انصر شامل يندرج منه الكثير من الامور منها الافصاح والشفافية الافصاح والشفافية مش فقط مثلا بورصة الكويت او هيئة اسواق المال او للمساهمين كذلك في مساهمين محتملين موجودين قاعد يراقبون الاخبار اللي موجودة عندك واللي قاعد اطلعها حسب الكتاب الافصاح والشفافية حسب الاحد تنفيذية لهاية اسواق المال في امور تندرج في عندنا افصاح مصالح في عندنا افصاح معلومات جوهرية كل هالامور هذي تساهم بمزيد من الشفافية بحيث ان المعلومة مثل ما توصل لك انت كمساهم انا قاعد توصلني كمساهم محتمل كستيكهولدر ممكن سبلاير ككوميونيتي موجودة عندك فكل هالامور تساهم بان يكون السوق ممكن نقول احنا strong كل ما زادت الشفافية كل ما زادت الحوكمة كل ما راح تزيد قوة هذا السوق من خلال ثقة المتداولين فيه فعنصر الشفافية في هذه الايام مطلوب يوجد تعليمات حق هيئة اسواق المال خاصة في الشيء هذا نشكرهم على هذه التعليمات ولكن اشوف قد يكون قد يكون في بعض الامور تكون غايبة عن اللي هو هيئة اسواق المال افصاحات غايبة بمعنى شنو يعني غايبة يعني اليوم الخبر اذا ما نزلت اليوم قد يكون انه يزلس خلاص هذا ما منه فائدة ففي اخبار قاعد ندري عنها ممكن في مكان ثاني قبل لا يتم الافصاح عنها صفقة على سبيل المثال تمت يوم الاحد يتم الافصاح يوم الاحد ما يتم الافصاح بس ما تشوف ان عملية الاخبار في السوق تنتقل وتطلع بسرعة بين المساهمين وكذا يعني على ما يوصل الموضوع حق الهيئة وتعلن عنه في كل اسواق العالم هذه الاخبار تسبق الاعلان الرسمي ولكن يتم الافصاح قبل جلسة التداول القادمة في حال وجود شائعات او اخبار كذلك يجب على الشركة المدرجة في بورصة الكويت ان تفصح ان هذه الشائعات والاخبار ممكن لهيئة اسواق المال ان تفعل دورها بتوقيف هذا السهم في حال عدم موجود اعلام اذا ما اعلنت يحق لهيئة اسواق ان توقف سهمك نعم خلني اسألك سؤال سريع ما تعتقد ان غياب تعريف واضح للحكمة يضع عبء على الشركات في تطبيق الاساليب مختلفة للحكمة لا احنا ما نتكلم عن تعريف نتكلم عن كثير من السياسات والاجراءات انت كثر ما تقدر تضبط سياساتك واجراءاتك بحيث تتناسب مع سوقك في شهر عشرة 2021 في سلطانة عمان صدرت تعليمات لهيئة اسواق المال العمانية استنادا الى قانون او الى مرسوم سلطاني في 2019 ينظم شي عجيب يعني انا استمتعت وانا اقرأ هذا القرار من هيئة اسواق المال العمانية تنظيم الحوكمة في الجهات التي تملك فيها الدولة بمعنى انا دولة الكويت او انا حكومة الكويت في اي مؤسسة كانت تأمينات لمان العامة الاوقاف لهيئة العامة الاستثمار املك فيها البنك في هاي الشركة في هاي الشركة في هاي الشركة حطوا تعريف واضح للحوكمة وبنود كثيرة القرار تقريبا فوق العشرين صفر البحرين ايضا يعني سباقة في هذا الموضوع يمكن اسبقتنا ايضا يعني انا نقطة شدتني جدا اللي هو بما معناه المادة 41 من القانون تقول لك ان رئيس مجلس الادارة هو مسؤول خلال 90 يوم عمل اول 90 يوم عمل من تشكيل المجلس ان يقوم بتدريب اعضاء مجلس الادارة على الحوكم والرقابة والاحتيال المالي هذا في عمان في عمان المادة 41 من القانون صادر في 10 2021 احنا هني عندنا يمكن هذا شنو ممكن هذا يفيدني ملكيات هاي عمل استثمار العمال العامة اللوقاف تأمينات الاجتماعية اي مؤسسة تملك فيها الدولة هذا يبقى الحوكم الخاصة فيكم محمد احنا الحين في عالم سريع التطور دشت علينا الكريبتو كرنسي دش علينا البلوكتين وصحيح يمكن الناس وايد لحد الان لانها لا تزال جديدة نسبيا لكن هذا ما في شك سيخلق ربما ثورة في عالم المال والاستثمار والمصارف في المستقبل وتسعد كثير من الدول الى شرعنتها ووضع القوانين الخاصة فيها لكن في واقع الامر المؤسسات المصرفية عندنا في القليج في العالم هل هذه تمثل تحدي بالنسبة لها قادرة على مواكبتها لانه من الشغلات اللي طلعت في البلوكتين انه هذه تلغي الوساطة بينك يعني لا وجود لبنوك او لبنوك مركزية تحكم هذا الموضوع شنو رأيك العملات الرقمية والبلوكتين واللي تفضلت فيه هذا قدر واقع موجود مهما يكون نظام مصرفي يحاول يبعد عنه هذا الشيء هو موجود وممارس في الكويت وبشدة والناس قاعدت تتجه له كمصدر دخل وكاستثمار دوري انا كجهة رقابية انه انا اخلق البيئة على اساس المواطن العادي انا وياك واخوي ناصر نستثمر من خلاله مو ابعادنا عنه اليوم احنا ملينا واحنا نخاطب الحكومة سواء على صعيد الجمعية الاقتصادية على صعيد اتحاد الطلبة قبل احنا اليوم بنخاطب المواطن انتم مليتوا عن المواطن شي قول من شذي انا قاعد اقول لك احنا بنخاطب المواطن يعني بنخاطب لغة الشارع انت لما تقول يعني معناته صار لكم فترة طويلة وانتم تخاطبون في هذا المواطن لا لا يعني هذه الجلسة الحوارية الجميلة خليكن هدفها ايصال معلومة وفائدة للناس وهناك الان كثير او يعني عدة شركات على المستوى العالمي اصبحت تقبل الدفعات عن طريق الكروبتوكراسي طبعا طبعا وفي خدمات قاعد صير تقبل الكروبتوكراسي لك تعقيب او اضافة في هذا امانة انا قاعد اشوف في حملة اللي نكون على دراية من بنق الكويت المركزي دائما يحضرون من الكلام اللي قال ابو بدر كلام اللي قال كله انا معه وانا مستثمر حالي من حاله اي نعم بس اذا احنا نتكلم عن بيئة رقابية احنا قاعد نشوف البيئة الرقابية قاعد قول ان هذا الامر خطر عليك ان هذا الامر دير بالك منه ان هذا الشيء وخر عنه بدلا اسوي الشيء هذا ممكن ان انا انادي المختصين اللي موجودين سواء في البلد ولا برا البلد انا عندي مثلا في الهيئة اسواق المال مجلس استشاري انا اناديهم نقعد على اساس نشوف شنو ممكن نسوي في هذه الحالة هل نعمل تشريعات الحين في كذلك والله مجلس استشاري للرقابة الشرعية في هيئة اسواق المال نطالع هل هذا الامر يجوز من ناحية شرعية؟ هو ليش التحذير؟ هل خوفا من عمليات قسيلة الامرات؟ ولا خوفا من قسائر مواطن؟ يقولك غير قائم على اصول او غير قائم على مثلا ما يقولك والله هو مو قائم على شيء يسنده فش اللي يسند لك ربتو كرنسي؟ البيتكوين ش اللي يسنده؟ فهما بالنسبة لهم قد يكون الامر هذا جديد انا لاهي في الامور خنقول الابوريشن اللي قاعد تصير يومية مع البنوك وغيره ومخصصات وارباحه بس انا ممكن ادعو المختصين اقعد وياهم في جلسة حوارية على اساس رتب هذا السوق هل انا ممكن انادي بايننس نفس البحرين او الامارات ولا لا انا بس امنع الشيء هذا اللي قادم نفس ما قاله وبدل محمد هل تعتقد ان الحذر مبالغ فيه ام انه واقعي؟ لا طبعا مبالغ فيه اكيد من الكريبتو كرنشيش؟ مش بيث من الكريبتو يعني من الكريبتو من تمويل الجماعي الكراودفندنج اللي عانى من المشاريع الصغيرة اثناء جائحة كورونا البنوك ما قاعد تمول لان هذه الشركات ما عندها ثلاث سنوات بالنس شيتس ولا عندها قوائم محاسبية عندهم ازمة مالية طاحنة يبوني طلعون فلوس وفيه مستثمرين يبوني دشون فيها بوتنشل فيها بوتنشل فيها بوتنشل نعم فيها بوتنشل نعم فيها بوتنشل يعني بوتنشل بمعنى بوتنشل مساعد لعملهم الاقتصادي او التجاري ويساعد في ويصام في نموهم حقك كمستثمر ان انا لما دشمع الجماعة هذول اللي صار لهم سنتين ما عندهم ثلاث سنوات ميزانية هذي طلعني ليجي الدام معاهم هذي الشركة راح تكبر وبيعها ممكن بالملايين فانا شوف فيها بوتنشل ولكن البنوك نفس ما قاعد ببادر يقول لك لا والله انا ما رحمه لك ابو إبراهيم التحذيرات اللي اطلقها كل محافظ مركزي يترك منصبه تحذيرات واقعية موجودة في البلد اولها ان ما في تنمية في ظل فساد مستشري ثاني شيء كل العجوزات اللي موجودة اكبر من العجوزات الواقعية اللي موجودة اللي كثرة المصاريف الغير مرصودة في الميزانية هذا مو كلامي هذا كلام الشيخ سالم عبدالعزيز لما ترك منصبه في محافظ السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ السابق فهذا الشخص كان موجود على سدة القرار في البنك المركزي وهو المحافظ على النظام المصرفي في البلد لعدة سنوات اطلق صرخات من موقعه كمواطن عادي هذا اللي احنا قاعد نشوفه هذا اللي قاعد يتغير احنا لانا وقتنا انتهى ابيكم باجاز وين شايف نظامنا المصرفي الاقتصادي رايح ابي تعقيب مجاز منكم قبل الختام الفضل محمد اعتقد ان النظام المصرفي باجاز اه كنا سباقين في المنطقة باجاز اه بنك مركزي بقوانين ممتازة موائمة لهذاك الوقت وعيشتنا الى اليوم ما راح يفرض الواقع والتطور نفسه نحتاج يعني ما في نفرة تفاؤل لا هناك بدون التفاؤل الانسان ما يعيش اينا خلينا نكون واقعيين ولكن نطمح للأفضل كون الخبرات اللي موجودة في بنك الكويت المركزي نعرف شنو هذي الخبرات نعرف ان يقدرون يسوون افضل نعم ونتوقع منهم الافضل نعم ناصر انا اذا بحكة عراي انا اشوف ان في ظل القيادات اللي موجودة في الوقت الحالي انا اعتقد راح يتم في تعديل على تعليمات الحوكمة بشكل جذري بحيث تكون اكبر وكلها تأثير اكبر على اللي هو المؤسسات في القطاع الخاص واتمنى كذلك على المؤسسات الحكومية وهل راح يساعد هذا ويساهم في قدرته التنافسية سواء المحليا وقليميا هذا شيء اكيد احنا نتمنى كمواطنين بان يكون او بان تكون الحوكمة موجودة في المؤسسات الحكومية قبل الخاصة ان احنا شركاء في هذا البلد نعم والقطاع الخاص باذن الله انا متفاء الخير في القيادات الجديدة في تعديلات كثيرة راح تسمع القوانيف باذن الله اخوي محمد اليوعان عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية شكرا لتلبيتك الدعوة انا استمتعت جدا يعني بالحوار محافظة ومع الاخ ناصر بورسلي المستشار مستشار الحوكمة في مركز ريكونيسنس اتمنى لكم التوفيق انا معجب جدا بهذه العقليات الشبابية المهنية بالكويت وانتمنى ان شاء الله نشوف لكم دور بارز اكثر ان شاء الله في تطور هذا البلد ونهضته تحياتي لكم والى حلقة اخرى من استكانة شاي مع قيس الشطي اشتركوا في القناة